يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حياكم الله فيه برنامج أخبار هوليوود البرنامج اللي نتشارك فيه آخر وأهم أخبار الممثلين والممثلات وعالم السينما والتلفزيون بشكل عام للأمانة الفيديو اليوم رح يكون مليان مليان أخبار بالذات مارفل مسوية زحم هذا الأسبوع ولكن رح نخلي مارفل وديسي آخر شيء في فقرة الأخبار رح نخوش على الأخبار العامة في عالم السينما والتلفزيون بشكل عام في البداية عموما عشان ما نطول في المقدمات تشاركوه في القناة لو ما كنتم مشتركين نفعل جرس التنبيهات على طريقكم وتعالوا تابعنا على الموقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وموجودة في صندوق الوصف والتويتش وكمان الدسكور غير كذا يلا بينا نشوف شخبار هوليوود الفيلم المنتظر أوبنهايمر للمخرج الكبير والمجنون كريستوفر نولن أحب أقول لكم يا جماعة أنه تم إطلاق البوستر الرسمي الأول لهذا الفيلم كلنا نعرف كريستوفر نولن يا جماعة وكلنا نعرفين قد إيش هذا المخرج مجنون وعنده عقلية فذة جدا في كتابة الأفلام هذا الفيلم يا جماعة رح يحكي القصة الحقيقية للشخص اللي اخترع إيش اللي اخترع القنبلة النووية الشخص اللي غير ملامح العالم والتوجه العسكري العالمي الفيلم رح يكون مقتبس من كتاب اسمه American Prometheus والسيناريو رح يكون من كتابة المخرج نفسه كريستوفر نولن أي تعالوا خليني أطربك شوية مع طاقم ممثلين هذا الفيلم الفيلم بيكون من بطولة الممثل كيليان مورفي واللي كريستوفر نولن مرة يحبه ويقدره وكمان الممثل ماد ديمونز وروبرت داوني جونيور وقاري أولدمان وكمان الممثل الرهيبة إيميلي بلانت والممثل الرهيب رامي مالك وكمان أسماء أخرى نظيفة رح تشوفوها في هذا الفيلم الحماس لهذا الفيلم جدا جدا عالي والجمهور ينتظر هذا الفيلم على أحر من الجمر مش بس لأنه كريستوفر نولن كمان لأنه قصة الفيلم بتكون جدا مثيرة للاهتمام الشخص اللي اخترع القنبلة الذرية عموما الفيلم هذا رح ينزل في سنة 2023 وبالتحديد في شهر جولاي تم إطلاق التريلر الأول من الجزء القادم أو الرابع بالتحديد لسلسلة أفلام جون ويك واللي يبدو أنه رح يكون مليان أكشن وطلقة نارية ودماء وشظايا كالعادة الفيلم رح ينزل في سنة 2023 وبالتحديد في شهر مارس يعني تقريبا بعد تسعة شهور حاجة زي كده ولكن حطوا في بالكم يا جماعة الجزء الرابع لسلسلة أفلام جون ويك ما رح يكون الأخير فيه جزء خامس شغالين عليه متى رح ينزل الله أعلم بس خلونا نشوف الرابع وبعدين الخامس خير بس خلونا نتفق على حاجة يا جماعة سلسلة أفلام جون ويك سلسلة مميزة وممتعة بطريقة كده خاصة فيها أي نعم كلها كذب أي نعم كلها أكشن مبالغ فيه وخراط بس هذه حلاوتها أنه فيها كذب مرة رهيب فضلا عن أنه سلسلة أفلام جون ويك بدأت قريب وقدرت أنها تصنع لنفسها قاعدة جماهرية وشعبية بشكل مرة رهيب صرح الكاتب جورج آر آر مارتن تصريح شوية عبيط للأمانة جورج آر آر مارتن يعني في حال أنك نضيع ولا ناسي ولا منت منتبه اللي هو صانع عالم أغنية الجليد والنار أو عالم جيم أوف ثرونز وعالم عائلة التنية المهم يا جماعة أنه الآدم يقال أنه راح يكون له يد وبصمة وتحكم شبه كامل على أي من المسلسلات أو الأعمال المشتقة من رواياته الآدم يقول راح يكون عندي سلطة كاملة أو شبه كاملة في كل عمل راح يشتق من هذه الرواية إلى الآن الكلام حلو يا السلام عليك الله يطمنك ولكن يبدو أنه تحمس شوية وقال أنه ما راح ينتهي فيه المطاف مثل ستانلي ستانلي اللي هو كاتب ومخترع معظم شخصيات عالم مارفل السينماي وأضاف إلى كلامه وقال أنه ستانلي مجرد مخترع شخصيات أبطال خارقين لا يهش ولا ينش ولا عنده أي سلطة على شخصياته في عالم مارفل السينماي وكلامه صح يعني بس بكيفه ستانلي طبعا ستانلي مات وشبع موت قبل فترة بس التصريح هذا اللي قاله جورج آر آر مارتين للأمانة أزعج ناس كثيرين بالذات عشاق الكوميك اللي تعلقوا واحترموا وعرفوا ستانلي منذ القدم فاكرين فيلم مورتال كومبات اللي نزل سنة 2021 ياب فيلم على قد الحال كذا أخذت قيمات ومراجعات عادية السلام عليك حلو الفيلم هذا كانت ميزانيته كم 55 مليون دولار والأرباح اللي قدر يجيبها كم وصلت إلى 85 مليون دولار 85 مليون دولار يعتبر رقم جدا عادي يعني في عالم السينما بس إنه إضاء الكسبان الفيلم المهم جماعا نصرح صناع الفيلم إنه راح يكون فيه جزء ثاني لعالم أو لفيلم مورتال كومبات ولكن إلى الآن ما فيه أي معلومات عن الفيلم لا من أبطاله ولا متى راح ينزل ولا متى راح يتم البدء في تصوير بس في كل الأحوال طالما إنه شركة الإنتاج أعطت الضوء الأخضر للمخرج أو للكاتب أو أيا كان الناس اللي بيشاركوا في صناعة هذا الفيلم نتمنى إنه الجزء الثاني من مورتال كومبات يكون حاجة تليق بعشاقة عالم مورتال كومبات لأنه الفيلم الأول فيه ناس كثير سبوشة مو صراحة ورسميا يا جماعة انطلق الأسبوع الماضي التريلر وين الأسبوع الماضي؟ قبل كم يوم التريلر الرسمي للمسلسل المنتظر House of the Dragon ويا له من تريلر ويا له من حماس حماس كل شيء في التريلر يخليك تقول ديم أخيرا بنرجع لأجواء Game of Thrones أخيرا راح نرجع لأجواء عالم غنية الجليد والنار بشكل عام تريلر صغيرون ولكنه ترك في أنفس الجمهور شعلة قوية وهائلة من الحماس تريلر يا جماعة في يوم واحد جاب حوالي 10 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب وعلشان أحمسكم أكثر أحد صناع المسلسل والمشرفين عليه قال إنه راح يظهر في مسلسل House of the Dragon أو آلة تنين حوالي 17 تنين مش سبعة 17 تنين راح نشوفهم في هذا المسلسل حماس كله بتحمس في الحلقة الماضية يا جماعة وقلت لكم إنه توم كروز راح يحصل على 60 مليون دولار كأرباح أو كنسبة أرباح من فيلم توب جان مافريك فاكر ياب كويس انتم تابعني ولكن في الأيام الماضية تم تصفية أرباح الفيلم اللي هي مليار ومئتين مليون وما نعرف كم وتم تصفية نسبة توم كروز الرقم اللي طلع لتوم كروز مش 60 مليون دولار أحب أقول لكم إنه الرقم اللي طلع لتوم كروز كأرباح وكنسبة أرباح من هذا الفيلم هي مئة مليون دولار نايس فيري نايس يا توم كروز جيد جاب وللمرة الثالثة على التوالي في سلسلتنا وتحديث بخصوص وضع نتفليكس في السوق إجمالي الاشتراكات اللي تم إلغاءها من منصة نتفليكس إلى تاريخ هذا الفيديو وصلت إلى حوالي مليون اشتراك مليون شخص تقريبا يا جماعة قرروا إنهم يتركوا اشتراكاتهم أو يلغوا اشتراكاتهم في منصة نتفليكس أقول لكم حاجة كمان خبراء البورصة يتوقعون المزيد من الهبوط لنتفليكس سواء كقيمة أسهم أو كعدد مشتركين شوفوا يا نتفليكس أنا ما عرف وش اللي ممكن رح يخليكم تركزوا على البزنس وتبطلوا أم الهبد اللي انتم فيه إذا الأخبار هذه إذا الأرقام هذه ما خلتكم تصحصحوا وتبطلوا هبل حربيا ما عرف وش اللي رح يخليكم تصحصوا فيلم The Grey Man من بطولة راين قوسلين وكرس إيفنز أصبح متاح للمشاهدة وتوفر بجودات عالية تقدير تابعه في الجوال في البيت في السينما ياب موجود في السينما كمان نزله في السينما كم يوم وفكه أمو نسخ رقمية على طول عموما الفيلم أكشن وشوية جاسوسية وصفه البعض بأنه فيلم جيد ولا شيء أكثر من جيد فيلم يغلق لك السهرة فاهم ما عندك شيء تابعه تابع The Grey Man فيلم جديد قادم للمخرج الرهيب والمتميز جدا ويس أندرسون رح يكون الفيلم بعنوان Asteroid City المخرج هذا يا جماعة عنده منظور جدا جدا جميل للسينما توقرافي تقدر تعرف أفلام هذا المخرج بمجرد ما تشوف طريقة تصويرها وكتابتها والألوان اللي فيها آدمي عنده لمسة جدا رهيبة في أفلامه ولعل أشهر أفلام هذا المخرج فيلم The Grand Budapest Hotel نزل سنة 2014 تقريبا فيلم كذا لملم لملم ترشيحات في الأوسكار بشكل مرعب وإذا ما تبعت الفيلم أرجوك تابعه صور الشاشة أحفظ اسم الفيلم تصرر عموما فيلم القادم رح يكون بعنوان Asteroid City مثل ما قلنا رح يضم مجموعة كبيرة من الممثلين أسماء مرة ثقيلة تشوف الفيلم تقول يا ساتن هيركز معاه طالما الفيلم رح يكونوا من توم هانكس وستيف كاريل وبراين كرونستن وإدوارد نورتن وأدريان براودي وماركو روبي وسكارلت جونسون وكمان ويليام دافو تخيل الأسماء ذي اللي قلتها وكل لا رح تكون في فيلم واحد عموما الفيلم قادم فيه هذه السنة 2022 ولكن إلى الآن ما فيه تاريخ واضح لعرض هذا الفيلم وأي معلومات رح تجي رح نشاركها معاكم في الحلقات القادمة ورسميا يا جماعة تم منع فيلم ثور Love and Thunder في عدة الدول عربية منها قطر والسعودية وعمان وغيرهم والسبب يحتاج أقول لك السبب يعني ما أقوله من تعرف السبب لأنه ديزني العبيطة أصرت واستكبرت إنها تقحم أجندتها في كل تب تنزله لأنه ديزني العبيطة أصرت واستكبرت ورفضت إنها تحذف المشاهد المخالفة يا جماعة الخير أفلامكم ما عندنا مشكلة نعرضها في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي بس طالما إنها تخالف عادات الناس طالما إنها راح تؤذي مشاعر الناس راح تخالف ثقافاتهم راح تخالف دينهم تخشيلوا ذي المشاهد عموما أنتم مزهين مجانين يا جزني إحنا كمان مجانين ترى مرة ترى مرة مجانين ركز في البيزنس بيزنس صناعة الأفلام شوية رسائل إنسانية شوية ترفيه شوية أشياء ممتعة وخلاص نعفي لا أعز من نقح مجندتنا كيفكم؟ مع السلام وعلى طالي العباطة والإضافات اللي ما لها لزمة في عالم الفن السابع والتلفزيون صرح صناع مسلسل بيتر كول سول وقالوا إنه شخصية قاس فرينك ياب رئيس العصابة المجرمة الكبيرة هذاك شخصيته مثلية الجنس في مسلسل بيتر كول سول ومسلسل بريكينج باد بشكل عام طبعا أنا استفدت إيش من ذي المعلومة ليش استفدت عزيزي الوجيه من هذه المعلومة برضو ولا شي طب ليش أضافوها كذا أحنا ما لها لزمة بس نبنضيفها ليش لا هم يبغوا مننا كذا هذوليك نسوي ليش لا والي عشاق عالم الموت السائرون يا جماعة خبر رائع ومفرح جدا وأفرح الكثير في السوشال ميديا راح ترجع شخصية ريك رايمز وكمان شخصية ميشون في مسلسل قصير مكون من 6 حلقات في سنة 2023 أنا صراحة وقفت متابعة The Walking Dead أتوقع من الموسم الخامس السادس مش فاكر بالضبط ولا أدري وش التوجه اللي وصلت له قصة ولكن اللي أنا شايفه في السوشال ميديا إن المسلسل الخاص بشخصية ريك رايمز وميشون خلى الناس مرة مبسوطة وتفاعلوا مع الخبر بشكل مجنون وبشكل عام الموسم القادم لمسلسل The Walking Dead الأصلي اللي هو راح يكون الموسم رقم 11 راح يكون الأخير ونزله إعلان جديد تقدر تشوفه على اليوتيوب الآن راين غوسلينج يا جماعة من جديد يعلق حول فيلم باربي القادم أشغلت أمنا بفيلم باربي خلاص يا راين غوسلينج أنا متفشل أدافع عنك أنا أحبك وصرت متفشل أدافع عنك ودعم المتابعين المهم سألوني يش قال يقول إنه أفضل سيناريو قرأوا في حياته راح يكون سيناريو فيلم باربي أقول لك قغبية كده أنت تخلي الناس يطقطق عليك عيب ما يوصلح ترى باربي باربي يا مدير لعبة ركز شوية الله يخليك تخيل ويطلع من جد كلام ومر إيش بيكون الفيلم باربي فهمين في لقاء جديد للممثل براد بيت صرح وقال فيما معناها يعني يا جماعة الخير ترى أنتم فهمين غلط لو فاكرين في الحلقات الماضية تكلمنا عنه براد بيت يفكر في الاعتزال لما وصل خبر البراد بيت أنه الأخبار دي بدأت تنتشر عنه وقال يا جماعة الخير تراكم فهمين غلط أنا ما رح أعتزل أنا رح أقلل من ظهوري في عالم الأفلام يعني ما رح أمثل في فيلمين ثلاثة أربع أفلام في السنة لا فيلم في السنة فيلم في السنتين حاجة زي كده لكن الاعتزال لا إلى الآن أنا ما أفكر بالاعتزال مسلسل سي يا جماعة يحصل على عرض دعائي جديد وأخير قبل موعد عرضه الموسم الثالث والأخير من مسلسل سي رح يعرض حل منصة أبل تيفي في شهر أغسطس القادم من هذه السنة يعني ما عد بقي حاجة خلاص فاكرين في الحلقة الماضية يا جماعة أقول لكم أنه رايان غوصلينج يتمنى أنه يؤدي شخصية غوست رايدر في عالم مارفل هيا اسمعوا أحب أقول لكم أنه كيفين فايقي المدير الكبير حق مارفل وصلوا هذا الخبر وأبدأ إعجابه الشديد بالممثل رايان غوصلينج وقال أنه بيكون مرة مبسوط لو أنه قدر يلقى مكان للممثل رايان غوصلينج في عالم مارفل بمعنى ثاني يا جماعة احتمال كبير بعد الخبر هذا أننا نشوف رايان غوصلينج في عالم مارفل السينمائي والله أعلم داروك يا جماعة يتواجد في حدث كوميك كون سان دياغو الحلو يا جماعة أنه الآدم يظهر لهم يعني أول شيك اللابس لبس عادي بعدين راح لبس بدلة بلاك آدم اللي هي شخصيته من فيلمه القادم هذه السنة المهم يا جماعة أنه يشطلع لهم بهذه البدلة وراح ووزع تذاكر مجانية لعدد كبير من المتواجدين تذاكر مجانية لأي فيلم لفيلم بلاك آدم تستحبل أن تواجهك ومش أي تذاكر تذاكر آي ماكس وفي نفس الوقت تم إطلاق إعلان جديد لفيلم بلاك آدم برضه وللأمانة الإعلان نقدر نقول إنه يبشر بخير أنا شخصيا عندي فضول إني أتعرف على شخصية بلاك آدم من اللحظة اللي أعلنوها أو أعلنوا عنها دي سي وأتمنى إنه الفيلم هذا يشبع فضولي على الأقل بطريقة جيدة الفيلم باقيله تقريبا ثلاثة أشهر وراح نشوفه في صلاة السينما ومش بس كده يا جماعة فيلم شزام الجزء الثاني حصل على إعلان دعاء جديد ويبدو إنه الفيلم راح يكون فيه جزء كبير من الكوميديا على نفس نهج الجزء الأول وبيني وبينكم يا جماعة يعني فيه ناس كانوا منتقدين الكوميديا في فيلم شزام بس للأمانة أشوف إنها طبيعية جدا يكون الفيلم فيه كمية كوميديا كبيرة إحنا نتكلم عن مجموعة أطفال ورئيسهم ولد مراحق الأطفال ذولي والمراحق ذا صاروا فجأة أبطال خارقين لازم يكون فيه شوية كوميديا منطقية صراحة بس إيش همشي إنه دي سي يحاولوا يوزنوها بطريقة حلوة ولزيزة على كل حال نزل إعلان لهذا الفيلم أو الجزء الثاني من شزام تقدرون تشوفونه الآن متوفر على منصة اليوتيوب الفيلم راح يعرض في نهاية سنة 2022 أو هذه السنة يعني بعد فيلم بلاك آدم بكم شهر تقريبا وأما بالنسبة لمارفل فكان لها الحصة الأكبر في الإعلانات في هذا الحدث السنوي الضخم أو حدث كوميكون ساندياغو هيركزوا معي مارفل نزلت كمية أخبار مرة كثيرة فرح ستردها لكم على السريع وعلى حسب الأهمية حلو؟ حلو المرحلة الرابعة لعالم مارفل السينمائي راح تنتهي وبالتحديد بعد عرض فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني فيلم بلاك بانثر راح يكون آخر عمل يعرض في المرحلة الرابعة لعالم مارفل واللي بالمناسبة حصل على أول تريلر له والتريلر للأمانة كانثري ومليان تفاصيل كثيرة ويبشر بخير من ظهور شخصية بلاك بانثر الجديدة واللي ما ندري مين راح يكون مؤديها إلى ظهور شخصية آيرون هارت أو وريثة آيرون مان وإلى ظهور شخصية نيمور اللي يبدو أنه راح يكون الشرير في هذا الفيلم وغيرها من التفاصيل الإضافية وكمان حصل فيلم بلاك بانثر على أول بوستر رسمي له وبشكل عام يا جماعة الفيلم راح يعرض فيه شهر نوفمبر من هذه السنة يعني تقريبا بعد أربع شهور حقه زي كده وبكده وبنهاية فيلم بلاك بانثر وكان دا فور إيفر راح تكون انتهت مارفل من إيش من المرحلة الرابعة اللي بدأت بمتلسل وان دا فيجن بعد كده راح نخش على المرحلة الخامسة مع مارفل واللي راح تكون كالآتي أول فيلم في المرحلة الخامسة راح يكون فيلم أينت مين أند دا واس ورح ينزل في شهر اثنين من سنة 2023 وانتشرت بعض الصور اللي تشير إلى أنه بنت أينت مين راح يكون لها دور في هذا الفيلم ورح تلبس بدلة بنفس تقنية أينت مين برضو بالإضافة أنه في فيلم أينت مين القادم راح نشهد أول ظهور لشخصية كانغ المرعبة بعد كده بيكون عندنا فيلم حراس المجرى الجزء الثالث أو Guardian of the Galaxy Volume 3 ورح ينزل في شهر مايو من سنة 2023 ورح نشهد أول ظهور لشخصية آدم وارلوك واللي لما حولها بشكل بسيط في أحد أجزاء سلسلة Guardian of the Galaxy بعد كده راح يكون عندنا مسلسل إيكو واللي ظهرت في مسلسل هوك آي في الفترة الماضية المسلسل راح يكون مركز على شخصية إيكو وكمان راح نشهد ظهور للشخصية الرائعة والمحبوبة ديردبل ويشاع أنه كمان راح تظهر شخصية كينغ بين بعد كده عندنا فيلم The Marvelous واللي راح يتم إطلاقه رسميا في شهر جولاي من سنة 2023 ورح يكون الفيلم حول شخصيات كابتن مارفل وميس مارفل بالإضافة إلى شخصية نيك فيوري بعد كده راح نشوف مسلسل لوكي الجزء الثاني واللي راح يكون مكمل لأحداث الجزء الأول وبشكل عام مرتبط بعالم مارفل ورح نشوف أولى حلقاته على منصة ديزني بلس في صيف 2023 ويشاع أنه مسلسل لوكي الجزء الثاني راح يكون مكون من ست حلقات بعد كده راح يكون عندنا فيلم بليد واللي راح يعرض في شهر نوفمبر من سنة 2023 ورح يكون من بطولة الممثل المسلم ماهر شالة علي بعد كده راح نشوف مسلسل آيرون هارت واللي مثل ما قلنا راح تكون وريثة آيرون مان هذه البنت تكلمنا عنها في الأخبار الماضية نرجع شوها الفيديوهات القديمة ورح يعرض المسلسل في خريف 2023 بعد كده راح نشوف مسلسل آقاثة واللي كانت الشريرة في مسلسل وان دافيجين راح يدور هذا المسلسل حول هذه الشخصية وبنشوفها بشكل مفصل ونتعرف عليها أكثر والمسلسل راح يعرض في شتاء 2023 بعد كده يا جماعة راح يكون عندنا مسلسل خاص لشخصية ديردفول ياب عزيزي الوجيه ياب عزيزتي الوجيهة ديردفول راح يرجع إلى الشاشة الصغيرة أخيرا ومش بس كده المسلسل الجديد تبع ديردفول راح يتكون من 18 حلقة ياب هم يقولوا كده إلى الآن ورح يكون اسم المسلسل ديردفول بورن أجين ولكن يوسيفني أقول لك عزيزي الوجيه انه مسلسل ديردفول القادم راح ينزل في سنة 2024 ما عليه انتظرت كثير ما راح يضرك تنتظر كمان سنتين بعد كده راح يكون عندنا الجزء الرابع من سلسلة أفلام كابتن مارفل ورح يكون بعنوان كابتن أمريكا نيو وورد أوردر وبرضه راح يعرض في شهر مايو من سنة 2024 وختاما للمرحلة الخامسة راح يكون عندنا مسلسل أو فيلم ثاندر بولتس إلى الآن ما نقداري هو مسلسل ولا فيلم ممكن دي المعلومة موجودة بس أنا ما بحثت عنها بشكل مفصل علشان أسهل لك يعني إيش قصة أم ثاندر بولتس ذولي خلينا نقول إنهم الأفينجرز بس الأشرار فاهمين الأفينجرز نعرفهم طيبين وأخيار ويحافظون على العدالة في هذا العالم لندر بولتس راح يكونوا أفينجرز بس أشرار هذا أفضل شرح ممكن أبسط لك فيه إيش قصة أم الأشرار هذولي عموما هذا العمل راح يعرض في شهر جولاي سنة 2024 كمان راح نشوف أول فيلم لفنتاستيك فور في سنة 2000 أو في أواخر سنة 2024 ضمن مجموعة أفلام المرحلة السادسة لعالم مارفل اللي ما أعلنوها إلى الآن بشكل رسمي طبعا ممكن بعضكم يسأل أفايا وجيه الخطة دي سنتين كاملة ما فيه فيلم أفينجرز أحا ليه ما هي من عوايد مارفل يا سلام عليك أنا قلت نفس الكلام هذا ولكن أعلنت مارفل إنه في المرحلة السادسة راح يكون عندنا فيلمين خاصة للأفينجرز مش فيلم واحد فيلمين للأفينجرز بنشوفها في سنة واحدة ما قد صارت ترى الأول راح يكون اسمه أفينجرز The Kang Dynasty والثاني راح يكون اسمه أفينجرز Secret Wars في كل الفلمين هذولي مجموعة الأفينجرز الجديدين أو اللي يسموهم يعني The New Avengers طيب حلو يا وجيه إيش باقيلنا من المرحلة الحالية المرحلة الحالية العالم مارفل إيش باقيلنا منها أفلام أمتاج سؤال حلو باقيلنا مسلسل قروت واللي نزله قبل كم يوم تريلر جديد برضه ورح يكون حول حياة قروت الصغير وشوية مغامرات وبيتكون تقريبا من خمس حلقات وبينزل في شهر أغسطس من هذه السنة يعني معاد باقيلوا حاجة وكمان باقيلنا هذه السنة مسلسل She-Hulk أو هولك الأنثى واللي راح ينزل هذه السنة برضه في شهر أغسطس واللي كمان بالمناسبة نزله إعلان جديد تقدرون تشوفونه وراح يتكون مسلسل She-Hulk من تسع حلقات غير كذي جماعة أعلنت مارفل برضه عن مجموعة أعمال أنيميشن جديدة راح تصدر خلال السنوات القادمة مسلسل أنيميشن تحت مسمى Spider-Man Freshman Year وراح تشارك فيه شخصيات كثيرة من عالم مارفل ومسلسل أنيميشن برضه من سلسلة What If واللي راح نشوف فيه خطوط زمنية مختلفة لشخصياتنا المفضلة في عالم مارفل وكمان مسلسل الأنيميشن Marvel Zombies واللي راح نشوف فيه أبطالنا الخارقين والأشرار على شكل زومبي وأخيرا مسلسل أنيميشن خاص لشخصيات X-Men اسمه X-Men 97 أولت عليكم أنا عارف بس زحمة الأخبار هذا الأسبوع بالذات زحمة أخبار مارفل المزوية للنضجة لايك للفيديو لو أعجبكم واشتركوا في القناة وفعل جرس تنبيهات على طريقكم يعطيكم العافية يا جماعة كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم